متابعي قناة أسرار أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها طبيعة العلاقات وتغيرها بين رئيس الجمهورية من جهة وخصوم أسياسين رجد الغنوشي وحركة النهضة والبرلمان ورئيس الحكومة من جهة ثانية قبل كل شيء ما تنسيوش تعملوا اشتراك في القناة تدعموني خليوا جاي مع الفيديو تحليقاتكم تحت الفيديو وتفاعلاتكم للنسي الكل كانتما أول مرة تسمعوني ما تنسيوش تشتركوا في القناة ومرحبا بكم النسي الكل قلت فم تغيرات كبيرة وجذرية في العلاقة بين رئيس الجمهورية وخصوم أسياسين في المدة الأخيرة شفنا تصريحات كبيرة يعني تنتقد رئيس الجمهورية في تصرفيته في تصريحاته وصلت إلى حد المواجهة من قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة أيضا هناك مواجهة برئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي تصريحات متضاربة وتصريحات فيها رد على تصريحات الخصم راشد الغنوشي يرد على قيس سعيد من خلال اللقاءات اللي يعملهم من خلال أنه يدخل فيه الدبلوماسية اللي هي شأن يهم رئيس الجمهورية وتعرفوا اللي رئيس الجمهورية من صلاحيته هي الدبلوماسية فوقت ليحب راشد الغنوشي يبرز النقص في الدبلوماسية التونسية فيعقد عديد اللقاءات بسفراء أو بأطراف دبلوماسية معناها أجنبية والتغطية هذه معناها تنشرهم في صفحة مجلس نواب الشعب بالتالي يبرز أنه غياب رئيس الجمهورية على الأنشطة الدبلوماسية وعدم التقاء مع سفراء مثل دول أجنبية خاصة في القضايا اللي هي مطروحة على الوقت الحاضر فتبرز أنه كأنه تخلى على واجباته المنوطة بعهد آخرهم لقاء واتصال راشد الغنوشي بسفير فلسطين بتونس على خلفية القضية الفلسطينية عديد التحركات اللي قام بهم راشد الغنوشي لكن زيدا رئيس الجمهورية قام بعدة تحركات في هذا أشأن ويعتبر موقف تونس مشرف جدا جدا وتونس طالبت بعقد ثلاثة جلسات في مجلس الأمن الدولي الثلاثة جلسات هذه ترفضوا الكل وما تمكنش مجلس الأمن الدولي من أنه يصدر بيان فيما يتعلق بتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن نحن اليوم بالأساس نحكي على العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمين قلت كانت فما عديد الاتهامات عديد الانتقادات لرئيس الجمهورية ولكن من قبل العيد بيومين تقريبا خفت حدة التوتر وخفت حدة الانتقادات وحدة التصريحات ضد رئيس الجمهورية من قبل خصومه السياسيين بما فيها قيادة حركة النهضة من ألد الخصوم رفيق عبد السليم اللي عنده مدة مكتب حتى شيء على رئيس الجمهورية أيضا سيد الفرجيني اللي ينتقد أيضا تدخل شقيق الرئيس في أشأن السياسي العام عنده مدة زيدة مقال حتى شيء على رئيس الجمهورية منتقدش رئيس الجمهورية ويحاول أنه ما يترقش إلى كل موضوع يتعلق بالرئيس قيس سعيد أيضا حتى أتلف اللاكرامة عبدالتيف العلوي من أبرز القيادات في أتلف اللاكرامة ومن أبرز النواب اللي يكتبوا لنشط على مواقع التواصل الاجتماعي ما ترقش زيدة لقيس سعيد وكأنه فما هدنة بين قيس سعيد وراجد الغنوشي إن عكست على القيادات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لهذه تتبين من خلال التبادل التهيني بمناسبة عيد الفطر اللي راجد الغنوشي اتصل برئيس الجمهورية بشهنيه بالعيد أيضا رئيس الحكومة اتصل برئيس الجمهورية بشهنيه بالعيد ولكن صفحة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب هبتوزوز هذه الأنشطة كأنشطة رسمية بينما رئيس الجمهورية ما قمتش بتنزيل هذا الموضوع رغم اللي هي في العادة رئيس الجمهورية اتهبت أي اتصال جي خاصة بعد أزمة سياسية وأزمة دستورية وتبدل الاتهامات وبيانات حركة النهضة الأخيرة اللي تتهم قيس سعيد بالانقلاب على الدستورة على القوانين بأنه ماشي وماضي في تنفيذ حكم الفرد الواحد وهذا كان بيانات شديدة اللهجة مؤخرا من حركة النهضة المكتب التنفيذي كذلك مجلس الشورى لينتقد انتقاد لذا قيس سعيد بعد العيد أو قبل العيد بيومين تقريبا ومنذ العيد إلى حد الآن ما شفناش مواجهات بين قيس سعيد وخصومه السياسين هل ينم حقيقة على التهدئة في الساعات القادمة على تهدئة لهذه الحرب السياسية والحرب الكلامية والحرب الاتصالية بين الخصمين أم إنها فقط مجرد استراحة قصيرة بعد مدة معناها بيستأنفوا هذه الحرب إذا كان يتم خرق الهدنة من أي طرف كان رئيس الجمهورية اليوم يتوجه إلى فرنسا أكيد باش نتابعوا شنوى ردود الفعل بالنسبة لخصومه السياسين وقراءتهم لتصريحات قيس سعيد في فرنسا لأهم القرارات اللي ربما قد يعلنهم أو أهم المقترحات كنا نحكينا في فيديو سابق على إنه فيما إجراء جريء جدا وقوي جدا إذا كان يعلن عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في فرنسا في قمة الاقتصاديات الأفريقية فإنه باش يغير مجرى الوضع في تونس وباش يكون عنده إنعكاس إيجابي جدا على حياة توينسا ولكن على كل حال تقعد هذه الأزمة السياسية حتى لو كانت هدنة يعني مؤقتة بين الشقيين رئيسة الجمهورية والبرلمين وكذلك الحكومة اللي لكلهم ممكن فهموا اللي في الوقت الحاضر لازم شوي هدنة لازم يسترجعوا القوى متاحهم لأنه الأزمات السياسية ما تخدمش تونس وما تخدمش مشاغل الشعب التونسي هذك عليش اليوم فما التراجع عن شن الحروب على قيس سعيد كذلك قيس سعيد مشوفنيش أعمال ردة فعل على خصوم السياسين وخاصة الخطاب التاريخي بمناسبة عيد الفطر والكلمة الكلمة اللي توجه بها إلى الشعب التونسي كلمة رصينة كلمة جد معناها في وقت معين وبمناسبة معينة وبالتالي قيس سعيد في الكلمة هذيك قال اللي هو ما هوش بشي وجه حتى رسائل سياسية ما هوش بشي وجه خطاب سياسي إلى خصوم السياسين بمعنى حتى قيس سعيد يعني يرغب في هذه الهدنة في الوقت الحاضر بعد أشهر من الخصام والجدال تقريبا من شهر جان في اللي فيتش تد الخصام على خلفية التحوير الوزاري إلى اليوم عدة أشهر فقيلة برشا على التونسي وهذا الخطاب أعجب رئيس البرلمين رجد الغرنوشي اللي زيدة في البيان اللي نزلته صفحة رسمية لمجلس نواب الشعب قال إنه هو يثمن خطاب رئيس الجمهورية لأنه الحقيقة هو أول خطاب يعني أول خطاب ما يوجهش فيه رسائل وصواريخ سياسية إلى خصومه السياسيين في كل خرجته خاصة في رمضان شفنا برشا خرجت لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد غياب تقريبا عشر ايام أو أكثر على خلفية فيديو رشد لخياري اليوم في رمضان شفنا برشا خرجت تمشي شق فتره في الشعاب في وزارة الداخلية في غيرها من الأماكن في الجامع وكان في كل مرة يوجه رسائل واضحة ومشفرة إلى خصومه السياسيين أحيانا تكون مباشرة أحيانا تكون مشفرة ولكن على كل حال أحنا نفهم هذه الرسائل ونفهم ما بين السطور وخصومه السياسيين أيضا يعرفوا مليح كيف يقصد قيس سعيد على كل حال هذه الهدنة أكيد تكون مفيدة برشا برشا للشعب التونسي اليوم الشعب التونسي ما هوش في حاجة إلى صراع بين رؤوس السلطة الثلاثة اليوم في حاجة إلى هدنة في حاجة إلى أنهم يحصنوا الأوضاع المعيشية بالنسبة للتوينسة بالنسبة للبيطالة بالنسبة لجلب الاستثمارات إذا كان من نجمه قولوا في المجال باستثمارات لأن أزمة كورونا قضات على كل شيء ولكن زيدا راوكي يبدأ فيما خصومة سياسية والعالم الكل يتفرج علينا وينقل علينا في هذه الخصومة فإنه الأجانب والمستثمرين ما همش بش يتشجعوا بش يجيوا إلى مناخ سياسي غير مستقر بش يستثمروا فيه وينفما تجاذبات وينفما ناس يتعطل في بعضها وهذه التصريحات بتاع مسؤولين في الدولة النهضة وقت لي في الكرامة يتهموا قيس سعيد بأنه يعطل استثمارات قطرية في تونس معنى برش اتهام يتتوجه من رئيسة الجمهورية إلى الخصوم ومن الخصوم إلى رئيسة الجمهورية وهذا ما يخدمش بتبعة الحال سوري تونس ولا يجلب الاستثمارات ولن يجلب حتى الاستثمارات في المستقبل وبالتالي احنا اليوم في أمثل حاجة إلى الهدنة السياسية اللي هي بش تكون حاجة مفيدة برشا برشا للشعب التونسي والهدنة هذي بش ترجع بالنفع على أتوينسا الكل ننتظروا القرارات أو الإجراءات اللي بش يولنا عليهم قيس سعيد في القمة اللي بش تنعقد في باريس اليوم وغدوة كذلك ننتظروا إنه هالهدنة هذي الطول وتتواصل وعليش ليه ما نرجعوش إلى الخصومة السياسية برئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة اللي لحقيقة طبقة سياسية لكلها فقدت مصدقيتها لدى التوينسا ولدى الناخب التونسي واللي إن شاء الله الناخب التونسي تكون عنده عبرة ويكون خذيل عبرة من الوضع هذي ويعرف شكون ينتخب في المرة الجاية وكل من خذله وحكينا عديد المرات على خذلان الطبقة السياسية للتوينسا سواء فيما يخص التلقيح وإحترام الإجراءات أو غيرها من الأمور كنا حكينا علينا سابقا كل الناس اللي خذلت التوينسا أرجو إنهم يعقبوهم عبر صناديق الاقتراع ترجمة نانسي قنقر